بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نحل مع بعض تدريبات يونيت 2 للصف الثاني الاعدادي بعنوان how are you feeling how are you feeling سؤال نمبر وان بول match to make jobs يعني هنوصل عشان نعمل وظيفة كمبيوتر نمبر تو كمبيوتر انجينير كمبيوتر انجينير مهندس كمبيوتر نمبر سري بوليس اوفيسر زابط شرطة جوب شوب ووركر شوب ووركر عامل في محل سؤال نمبر تو listen استمع للمستر واشوف الوظائف اللي هسمحها واكتبها هنا طبعا هي نفس الوظائف اللي فوق ديت هسمحها واكتبها سؤال نمبر سري match to make sentence هنوصل عشان نكون جملة او سؤال نمبر تو يعني ما بيشاهدش او ما بيشوفش ايه بقى يعني هو راح فين ماشي يبقى نمبر تو معها لتر اي نمبر تو معها لتر ايه ايه او معها لتر ايه او نمبر سري او مي اندرامي او تيكست او زير قازن ان كندا يعني هم بيرسلوا رسائل نصية لولاد عمتهم او ولاد خالهم اولاد خاليتهم في كندا يبقى لتر يبقى نمبر سري معها لتر بي نمبر سري معها لتر بي نمبر فور what game is اسامة بلايينج what game يعني ايه الجيم او اللعبة اللو اسامة بلايينج بلعبها on the computer on the computer تبقى نمبر فور او لي بقى لتر سي لتر سي نمبر فايف علا is not doing علا بقى بتعملش ايه علا is not doing sportist today علا ما بتمارس رياضة النهاردة because she hurt her leg لان رجليها مصابة يبقى نمبر فايف معها لتر ايه يبقى كتب هنا ايه complete the sentence with the correct form of the verb in practice يعني طبعا نسبة كبيرة جدا هنستخدم زمن present continuous المضارع المستمر am او is او are plus the verb plus ing يعني نمبر وان هي حللها نمبر تو why are those cats ليه القطط دي climbing that tree يبقى طبعا cats دي جمع خدت معها R climb زودت اللي climb ing عشان يبقى في زمن present continuous اللي هو المضارع المستمر number three my cousins اللي هما ولاد عمتي او ولاد خالي طبعا دي جمع عنده نوت تبقى aren't aren't standing aren't standing يعني مش واقفين under the tree مش واقفين ايه under the tree خلف الشجرة تحت الشجرة under the tree تحت الشجرة they are sitting by the fountain ده هما قاعدين فين على جنب الفاونتن بجوار الايه النفورة number four what طبعا عماد ده مفرد لو شلت عماد وحطت بدلو he بقى هياخد is what is عماد eating eat هضف لها ing يبقى what is عماد eating it looks very nice ده بيأكل بان علي بيأكل حاجة كويسة حاجة جميلة اه اخر سؤال لو writing بولي write in your notebook هكتب في الكراسة بتاعتي about different people in your family عن أسرتي حاجات عن أسرتي في أفراد الأسرة what do you think they are doing at the moment يعني هما بيعملوا ايه what are they wearing هما لابسين ايه how do you think they are feeling يعني هما بإحساسهم ايه او بيشعروا بايه انا كتبت حاجة وانت هتكتب بقى ايه زيها مثلا انا كتبت مثلا ايه my father والدي my father is watching a football match والدي بيتفرج على match kora بتكلم دلوقتي present continuous المضرع المستمر يعني حاجة بتحصل دلوقتي my father is watching a football match بيشاهد football match مباراة كرة kodan he is wearing a glasses he is wearing a glasses يعني هو بيرتدي ايه نظارة he is excited he is excited هو متحمس he is excited اه نفس النظام انت هتكتب مثلا my brother برضو هتكتب مثلا هو بيعمل ايد الوقتي ولابس ايه وايه شعوره ممكن اقول مثلا my mother نفس النظام جملة برضو على my mother جملة على my sister complete the sentence with these words هنكمل بهذه الكلمات communicate communicate يتواصل lazy كسول repair يصلح sign language لغة الاشار number one my little brother اخويا الصغير is very lazy كسول he always هو دايما want to stay at home دايما عايز يعود في البيت and watch tv وشادي التلفزيون number two we need computer we need a computer engineer احنا محتاجين مهندس computer to repair to repair repair دي هتبقى number two repair to repair our computer عشان نصلح الكمبيوتر بتاعنا because it doesn't work لانه هو مش شغال يبقى هنا repair يبقى repair دي هتبقى number two هتبقى number a two number three shady is deaf shady assume but he understands ولكن هو بيفهمنا but he understands us ولكن هو بيفهمنا because we use لانه نحن بنستخدم a sign language sign language لغة الاشارة يبقى sign language دي هتبقى number three هتبقى number three number four it is usually easy to من السهل نحن نستخدم نحن نستخدم نحن نتواصل مع الناس في الدول الأخرى لو انت بتكلم ايه انجليزي يبقى ايه انجليزي دي هتبقى number four دي هتبقى number four number four سؤال number two complete the sentence with the correct form of these verbs هنكمل بالأفعال الموجودة عندي عندي clean ينظف do يفعل make يصنع او يجعل spend يقضي يقضي وقت او ينفق مال stay يقيم number one how often do you make dinner يعني انت كم مرة how often كم مرة do you make dinner كم مرة عملت فالعشا number two I can't come to the park انا مش هق دراجي I can't لا استطيع come to the park بارك الليها الحديقة مش هق دراجي الحديقة because ايه بقى I am cleaning the house today لان انا بنضف البيت النهاردة يبقى استخدم زمن present continuous يبقى I معها am و clean ازود لها I am cleaning the house I am cleaning the house today number three نبيل feels ill نبيل شكله كده تعبان so لذلك she is staying in bed this morning she نبيلة بقى مغزة نبيلة feeling ill so she is staying in bed يبقى stay ازا طبعا she هتاخد is و stay ضفلها I energy she is staying in bed this morning number four on saturday اليوم السابت I usually طبعا هنا ده يبقى زمن present simple المضرع البسيط يبقى spend يقضي I usually spend time انا بقضي الوقت بتاعي with my cousin مع اولاد عمي what time do you do your homework after school يعني انت بتعمل واجب بتاعك بعد المدرسة امت what time do you do سؤال number three complete the sentence with the correct form of the verb in practice برضو هنستخدم الverb في الشكل بتاعه السليم number two the police officer is talking at school today البوليس officer بيتكلم talk طبعا police officer وال is زابط الشرطة is talking at school today but ولكن he usually drives around the streets يبقى talk استخدمت استخدمتها في زمن present continuous المضرع المستمر و is وجبت قبلها is وضفت لها ing اما drives استخدمتها في زمن present simple المضرع البسيط لان دي حاجة فيها يجوى له حاجة متعود عليها فباستخدم باستخدمه في زمن present simple drives drives drive نادر نادر هتبقى نادر doesn't usual work نادر doesn't usual work نادر عادة ما بيشتغلش in the shop ما بيشتغلش في المحل عادة هو ما بيشتغلش في المحل بط ولكن his brother ولكن أخوه his brother is ill ولكن أخوه مريض so لذلك he is helping there today ولكن هو بقى راح يساعده النهاردة is helping is helping يبقى help خليتها is helping number four the street food seller اللي هو بائع في الشارع usually عادة mix make هتبقى mix لان قبلها مفرد ويجوى طبعا باستخدمها في زمن present simple المدرع البسيط يبقى make هتبقى mix فلافل بيعمل ايه طعمية متعود هو عادة بيعمل ايه طعمية but he didn't make any this morning ولكن هو ما عملش النهاردة so he is selling cheese sandwiches ولكن هو ايه بيبيع sandwiches give choose the correct words number one you can catch ممكن تلحق قبلين الطيارة from a an airport من المطار number two when you invite a person invite يعني يدعو a person شخص لما بتيجي تدعي واحد to your house لمنزلك he or she is your guest ده بيبقى بيه ضيفك is your guest يعني ضيف guest اما شو بوركر ده عامل محل number three when you go on holiday لما بتروح اجازة you can put your clothes بتضع ملابسك in a suit case suit case يعني حقيبة الصفر عشانطة الصفر اما suit بس دي بدلة يبقى suit case number four when two people get married لما يبقى فيه اتنين get married بيتجوزهم they have بيكونوا ايه بقى birth day حفلة عيد ميلاد ولا wedding حفل زفاف يبقى wedding wedding حفل زفاف number five the skin of zebra is striped ولا lion striped طبعا مقلم اللي هو الجلد بتاع الحمر الوحش بيبقى مقلم striped striped number five number six if you are tired لو انت تعبان why don't you have a rest ليه ما بتاخدش راحة have يبقى have language complete the sentence with the correct form of the word in practice طبعا هو جيب لي adjectives جيب لي صفات وعايز احولها لأدفرب هتبقى ايه ظرف زي اول مثال it's important to drive carefully من المهم او انك انت اا تقود السيارة carefully بحرص careful هيبقى carefully بحرص بعناية when it's raining لما تبقى الدنيا ايه في مطر او في شتاء number two the children الاطفال are singing بيغنوا loudly loudly loud ضفطلة l y نسبة كبيرة جدا نسبة كبيرة ال adjectives الصفات عشان احولها ال adverb لحال بزود للصفة l y بزود للصفة l y نسبة كبيرة جدا يبقى loud هتبقى loudly يبقى الاطفال بيغنوا بصوت عالي in the playground في الملعب the bird الطائر is flying الطائر ده بيطير very fast بيطير بسرعة جدا طبعا fast من ال adjectives اللي هي الحالات الشزة fast هي fast الصفة هي نفس الحال fast بسرعة يعني سريع هي بسرعة fast هي fast number four our football team الفريق بتاع بتاع كرة القدم will سوف win يفوز because they are playing very well طبعا جدا تبقى will طبعا برضو دي من الحالات الشزة لانه بيلعب بطريقة جيدة will بطريقة جيدة number five احمد went into the new school احمد راح المدرسة داخل المدرسة الجديدة دي sadly sadly بحزن sad ضفطلها اللي و بقت sadly داخل المدرسة الجديدة دي بحزن because he did not know any children there لانه ما كانش عارف ولا طفل هناك يبقى داخل المدرسة sad ly بحزن طيب السؤال اللي بعد كده طالب مني ايه write the opposites of the words in practice in practice in exercise using the adverb form to give the same meaning you may need to make other changes يعني بيقول لي هنا هنستخدم الجمال اللي وفوق ديت هستخدمها بس العكس هعمل العكس بس يديني نفس المعنى يديني نفس المعنى يديني نفس المعنى نفس ايه المعنى دي حاجة اسمها modulation modulation دي يعني اقع ناقى يديني الجملة هي نفس المعنى بتاعها ولكن بكتبها بطريقة ايه عكس يعني المعنى هو هو ولكن بيستخدم فيها ايه العكس بتاعها يعني مثلا number two the children aren't singing يعني الاطفال ما بيغنوش quietly بهدوء in the playground ادت لنفس المعنى انا عملت العكس بدل ما هي اللاود لي بصوت عالي قلت quietly بهدوء ولكن غيرت الايه جبت الايه العكس the children aren't aren't singing عملت هنا نفي نفيت هنا عشان ايه جبت quietly بس ادت لنفس المعنى بدل ما هم بيغنو بصوت عالي لا ده هم ما بيغنوش بصوت هادي three that bird الطائر ده isn't flying slowly الطائر دوت ما بيطرش ببطء طبعا كان جايب لقابليها ان هو بيطير بسرعة انا قلت that bird isn't flying slowly ادت لنفس المعنى ما غيرش اي حاجة في المعنى our football team الفريق القدم بتاعنا will win هيفوز ليه because they aren't playing badly لانه ما بيلعبش بطريقة سيئة ما بيلعبش بطريقة سيئة ادت لنفس المعنى احمد didn't go into the new school hably احمد مش هيدخل ما دخلش المدرسة بسعادة ما دخلش المدرسة الجديدة بسعادة hably ليه بقى اكمل انا because he did not know any children there لانه هو ما كانش عارف اي طفل هناك read the definition هنقرأ تعريفات and find the words in the word search وهنبحث عنه number one everything in the world that is not made by humans طبعا ده تبقى nature يعني everything يعني كل شيء في العالم in the world that is not made مش مصنوع by humans اي حاجة مش مصنوعة من خلال الانسان اسمها nature nature يعني طبيعية nature هو حلل الهال هنا number two ابوي ولد or girl او بنت ايج سيرتين تو ناينتين يعني ود او بيت من عمر 13 سنة 19 سنة اسمها ايه تين ايجر تين ايجر يعني مراهق من اول تي لحد الار هنا تين ايجر هيك تبدي كده تين ايجر حددها كده تين ايجر تين ايجر يعني مراهق تين ايجر من اول تي لحد الار تين ايجر يعني مراهق اه number three usual not different usual يعني عادي not different يعني مش ايه عادي يعني مش مخالف ولا مختلف عن حد يعني usual عادي يبقى اسماها ايه ديت ها normal normal برضو يعني عادي او طبيع من اول الان اكتب normal لحد الال normal normal اه number four not with other people يعني اه عايش من غير حد مستوى مفيش حد معاه not with other people قاعد يبقى ده ايه قاعد لوحده كده يبقى ده ايه ها يبقى دوت ممكن يبقى alone alone يعني بمفرده alone اهي alone alone اول alone alone لحد l-e alone يعني قاعد مفرده alone 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 لحد l-e number five feeling feeling شعور happy شعور يعني انت تبقى سعيد about the good things in your life يعني انت تبقى سعيد بحاجات موجودة في حياتك in your life في حياتك دي المفروض تبقى ايه بقى ها المفروض تبقى grateful grateful يعني شاكر او ممتن grateful اهي grateful من اول الجي 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 الاخر حاجة لحد ال l grateful احددتها كده grateful يعني شاكر او ممتن grateful اه the email to magazine يعني فيه email في مجلة and its reply وفيه رد عليه and write the missing sentence وفيه بعض الجمل اللي هي نقصة a to c من a لحد c in the right places هتكتبها في الاماكن بتاعتها الصح الايميل بقول دير help magazine يعني بيطلب مساعدة من مجلة i am a normal teen eater يعني انا مراهق عادي i am a normal عادي teen eater يعني مراهق but i often ولكن لكن انا غالبا i often feel worried بشعر ان انا الان about things بعض الحاجات everyday كل يوم i stay at home بقعد في البيت and do my homework وبعمل الوجب بتاعي then i get tickets from my friends وبعد كده ببعت رسال نصية لاصدقائي and they say they are all doing exciting things وبيقولين ان هما بيعملهم حاجات مدهشة او حاجات متحمسة كده بيعملوا حاجات ايه متهشة what am i doing wrong hook what am i doing wrong what am i doing wrong يعني hama beعمل ايه ما بيعملش حاجة غلط دي هتبقى see I do well at school يعني انا بعمل كل حاجة كويسة في المدرسة and I enjoy my weekends with my family وبستمتع بالأجازات عطلة الأجازات مع أسرتي we often احنا غالبا go to the park بنروح الحديقة or the beach I sometimes think that my friends are having a better time than me ولكن انا بحس ان اصدقائي بيؤد وقت احسن مني يبقى دي تنفع please can you help me لو سمحت ممكن تساعدني please can you help me دي هتبقى please can you help me لو سمحت ممكن تساعدني في بقى الرد دير أسامة عزيز أسامة thank you for writing شكرا على كتابتك to us لنا and yes أيوة we will try to help أيوة احنا هنساعدك it's normal انت طبيعي to think that other people are doing more exciting think this than you وانت من الطبيعي انك انت بتعتقد انك انت زميلك بيعملوا حاجات مدهشة عنك انت but ولكن remember تذكر you are wrong انك انت ممكن تبقى على خطأ when you go to the park لما انت بتروح الحديقة or the beach how do you send photos to your friend ابعت رسائق ابعت الصور لأصدقائك they probably هما من المحتمل think you are having a better time than يعني هم اعتقدوا انك انت هتقضي وقت احسن منهم they are remember تذكر that we all work we all work احنا كلنا بنشتغل and relax وساعات بنستريح at different times يعني ممكن واحد يبقى شغال واحد تاني اشتغل واستريح وانا احنا نفكرون انه هو على طول قاعد لا في واحد مثلا زي ورديات واحد مثلا ممكن نشتغل من الصبح من الساعة تمانية للساعة مثلا واحدة وبعد كده يستريح في واحد تاني بيستريح من الساعة بيشتغل من الساعة واحدة مثلا لحد الساعة ستة ماشي فاللي شغال وفي وقت تاني بيستريح فيه يبقى دية المفروض هتبقى letter A your friend probably منحتمل feel worried just like you منحتمل انه هم برضو يقلقهم زيك بالظبط يبقى دية هتبقى letter A يبقى دية letter A reorder the words to make three expressions يعني هنعيد عشان نعمل ثلاث تعبيرات اول حاجة number one اول I hope يعني انا اأمل I hope he will be bitter soon I hope he will be bitter soon يعني انا اأمل انه يكون ايه بخير او بافضل حال I hope he will be bitter soon number two well done انجي well done انجي well done يعني احسنت يا انجي well done انجي number three it's a pity it's a pity that you can't come it's a pity that you can't come يعني من المحزن او من المؤسف انك انت ما قدرتش تيجي match to make expressions number one I am sorry to hear that انا انا ااسف ان انا سمعت ذلك او انا من المحزن ان انا سمعت ذلك number two that must be difficult ده اكيد كان حاجة صعبة that must be difficult number three I am so happy I am so happy يعني انا مبسوط او فرحان I am so happy for you من اجلك I am so happy for you number four it's a pity it's a pity it's a pity that she didn't go من المؤسف ان هي ما عرفتش تيجي او من المحزن ما عرفتش تيجي number five don't worry ما تقلقش don't worry I am sure don't worry يعني ما تقلقش I am sure she will be better soon ان هو هيبقى افضل ان شاء الله number six that's great news that's great news يعني دي اخبار رائعة now complete the dialogue with expressions from exercise 2 يعني الحاجات اللي احنا عملناها في exercise 2 هنكمل بها الديالوج داليدا بتكلم هيبقى بتقولها my mother didn't go to work ما عرفتش تروح للشغل today النهاردة because she is ill عشان ايه كانت مريضة she is ill مريضة قلت لها I am sorry to hear that يعني انا حزين انا سمعت الكلام دوت داليدا قالت she had an interview she had an interview at the bank يعني انا في مقابلة ليا في البنك for a new job الوظيفة جديدة but ولكن she couldn't go انا مش هقدر اروح قلت لها it's a pity that she didn't go it's a pity يعني من المؤسف او من المحزن that she didn't go ان هي مش ايه مش هتعرف تروح ان هي مراحتش she did the interview online from her bed ولكن هي she did the interview هي عملت مقابلة online على النت from her bed ويهي عسرير اه قالت لها هيبقى that must be difficult that must be difficult هيبقى صعب خالص داليدا yes but she got the job ولكن انا حصلت على الايه على الوظيفة قلت لها that's great news والزا دي اخبار رائع i am مفروض بقى هنا ايبقى i am sure i am she is still not feeling very well لا i am sure she will be better don't worry ما تقلقش المفروض i am sure she will be better soon don't worry ما تقلقش يبقى i am sure مفروض هنا i am sure she will be better soon don't worry ما تقلقش اه write write the conversation اكتب write the conversation نكتب محادثة بلوث that you had in exercise 4 in the student's book كتاب الطالب page 19 طيب هنعمل dialogue زي اللي احنا عملناه كده بس حاجة قريبة منه يعني ايه بيكلم بي قال له how are you كيف حالك قال له i am fine and you وانت قال له fine thank you i got the full mark انا جبت الدرجة النهائية in the exam في الامتحان رد عليه بي قال له i am so happy for you انا مبسوط منك يعني قال له what about you طب وانت عملت ايه قال له i got the full mark too وانا برضو جبت الدرجة النهائية قال له well done احسنت that's a great news دي اخبار كويسة قال له thank you نولة ثاني how are you كيف حالك قال له i am fine and you وانت قال له fine thank you i got the full mark in the exam قال له i am so happy for you what about you وانت عملت ايه قال له i got the full mark too وانا برضو جبت الدرجة النهائية ايه ايضا قال له well done احسنت that's a great news دي اخبار كويسة قال له ايه thank you read and bank to wait يعني انعمل عنها ترقيم my طبعا اول حرف يبقى capital يبقى m capital my name الامة تبقى capital اول حرف في الجملة يبقى capital الامة تبقى capital my name is dina dina ده اسم واحد او اسم واحدة يبقى عمل حرف الاول لاني capital طبعا دينا اسم واحد بس بقول لو ولدت احمد لقيت مونة يبقى اول حرف بعمله capital يبقى di هتبقى capital i i طبعا لهي انا ضمير بيجي في اول الجملة في نص الجملة في اخر الجملة يبقى i تبقى capital i هتبقى capital i am egyptian طبعا دي جنسية هتبقى the capital the capital but my mother my name is dina i am egyptian but my mother is from england الاي بتاعت england هتبقى capital الاي هتبقى capital i live الاي برضه هتبقى capital ثاني i live with my parents انا عيش مع والدي بدان بقى جبت قائمة وبعد كذا حاجة كده قول my parents وبعدين my brother وبعدين my sister and my grandparents أعمل فلسطوب نقطة بدأت جملة جديدة أعمل double capital double عملها capital who اللي هي دات الاستفاهم who do you live with من اللي عايش معك بعد كده أعمل question mark علامة استفاهم ورأي تكتب double capital رأي تعملها capital right soon from dina طبعا ودina أعمل d capital طيب نبرتو طبعا ده listen هنا بيقول لي ايه هاو going conversation conversation هزود لها s هتبقى صح on passing your mass يعني مبروك على نجاحك في الماس في اللي الرضيات test do you have more exam next term هل انت عندك امتحانات الترم اللي جاي قال له the news الأخبار from me is that we move هتبقى are moving are moving بدل move هتبقى are moving بدل exciting هتبقى excited هتبقى ايه excited i am so excited يعني متحمس excited excited بدل ing هتبقى ed excited طبعا بدل i got على طول على طول i have got i have got i have got forward to i am looking forward to يعني متطلع الى او مشتائلة forward to بعد forward to بيجي بفعل متضاف له ing بدل 100 هتبقى meeting بدل 100 هتبقى meeting هتبقى ing i am not waiting لا هتبقى i can't wait i can't wait انا لا استطيع ان انا الانتظار you right لا هتبقى right soon هتبقى ايه right soon بسم الله الرحمن الرحيم رسالة للسادة اولياء الامور يا ريت يا جماعة احنا عايزين دعم للقناة عايزين دعم للقناة بحيث ان احنا نستمر طبعا انتو عارفين ان طبعا الفيديوهات دي بتاخد وقت بتاخد مجهود طيب والعائد بالنسبة العائد لليوتيوب العائد من اليوتيوب ده عائد ضعيف جدا 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 العائد من اليوتيوب ضعيف جدا 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 بالنسبة للمحتوى التعليمي فياريت ياريت السادة اولياء الامور ندعم القناة حتى لو بمبلغ بسيط لو بمبلغ بسيط مثلا كل شهر اللي على مثلا مبلغ كل اسبوع على قد استطاعته بحيث ان احنا ندعم القناة دي بحيث ان احنا نستمر طبعا احنا بنشرح وبنحل الحاجة ديت ممكن يكون اولاد ما عندهمش استطاعوا ما عندهمش امكانيات ان هما يروحوا درس خاص ماشي فاحنا بنزل الحاجة ديت بحيث ان هما يشاهدوها يبقى عرف شرح عرف حل التدريبات فبيبقى مثلا الطفل بتوصل له حاجة هو على قده مثلا امكانته على قده ظروفه على قده ظروفه الصحية على قده ظروفه المادية على قده فاحنا ياريت ياريت رجاء من سياد الاولياء الامور ان احنا ندعم القناة لو بمبلغ بسيط طبعا رقم الحساب 1046 72 57 56 طبعا اللي هيدعم جزاء الله كل خير جزاء الله كل خير بحيث ان احنا ان شاء الله المحتوى ده تيوصل لاطفال مش قادرة انها تروح دروس خاصة فيه والله فيه مقادر يشتري الكتاب الخارجي ماشا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيركل سيركل the correct words number one your father can طبعا بارك بارك اللي هو يجرش ذكار العربية on this road it's very quiet number two فاطمة is blind ولا دف لذلك she cannot hear you هي مش هتقدر تسمعك يبقى ايه دف دف يعني صم يعني سمحها في مشكلة blind طبعا النظر هو اللي في مشكلة number three please make sure make sure make هتبقى make make sure اتأكد that you write your emails carefully انك كتبت the email بتاعك carefully بحرص number four the nurse الممرضة workers on the word word عمبر for children عمبر الاطفال number five this is a photo الصورة دي of my parents wedding wedding هنا بقى اجيب لي pictures بعض الصور وهنكتب اللي what do these people الناس ديت usually عادة بيعملوا ايه what are they doing now وبيعملوا ايه يعني ايه الحاجات اللي هم بيعملوها متعودين عليها بيعملوها والحاجات اللي بيعملها دي الوقت في الوقت ده فهستخدم زمنين اتنين زمن البرزنت سيمبل وزمن البرزنت كنتينوس المضارع البسيط والمضارع المستمر آآ نمبر تو زا فوتبولر يجولي اللاعب هنا نمبر تو هي اللاعب زا فوتبولر يجولي بليز فوتبول طبعا اللاعب دايما بيلاعب ايه كرة قدم ناو وبيعمل ايه دي الوقت ناو he is talking بيتكلم to آآ جورناليست يعني الصحفي آآ نمبر سري زا كمبيوتر زا كمبيوتر انجينير زا كمبيوتر انجينير مهندس كمبيوتر يجولي عادة ريبيرز بيصلح كمبيوترز بيصلح الايه الكمبيوترات آآ ناو الآن he is drinking a cup of a cup of tea cup of coffee نمبر فور زا تيتشر يجولي تيتش هير ستودين دايما بتشرح للطلبة ناو she is watching them هي بتشاهدهم بتفرج عليهم acting a play وهم بمسؤولوا ايه a play انا يعني مسرحية take the correct description الوصف off the photo للصورة اللي احنا عندي صورة a وعندي b فهنقرأ ونشوف انا صورة اللي هي الصح this is a photo الصورة دي of a market لسوق in this foreground in the foreground في الامام towards the left هي قدام على الشمال we can see امام احنا ممكن شايفين راجل i think it's his shop مثال ده المحل بتاعه and he is selling fruit وبيبيع فكه and other things واشياء اخر in the middle في وسط الصورة in the middle of the picture في وسط الصورة بقى we can see امام on a bicycle انا شايف راجل على العجلة على الدراجة he is carrying something هو شايف الحاجة on the right على اليمين on the right we can see احنا نشوف بقى two women امرأتان i think they want to buy انا اعتقد ان هم راحين يشتروا ايه something شيئا ما in the background في الخلفية in the background we can see some other people شايفين برضو ناس تانية هتبقى الصورة طبعا على ديت هتبقى ايه يبقى البسش دي كلها على الصورة الاولانية هتبقى لتر ايه طبعا بقى هنا بيقول لي now write a description of the other photo هنشوفوا الصورة ديت ونكتب عليها نفس الجمل ايه اللي احنا شايفينها هنقدر ايه نكتبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة